لو هتختصرين قصة نجاحك في جمهلا قصة نجاحك حسستيني انكم صوم ارجوه هاي واضح مايا حداد عندي هو اعمل ستايلينج اعمل الميك اوفر للشخصية يطلع شكله احسن مهي خازم الساهر الى تلميذة وكان كمان عند ضغري بعضه كانوا باك تو باك بنفس الاسبوع وقال كفوري بحبك انا كتير فلأ هني عملوا ضج كبيرة دمان هيدا وشغلت بالذات ما في عنده يوم اوف ما في يوم عيد ما في وقت اليك هيدا سؤال من سنتين تلاتة يمكن قلت له ان هند صبري لان انا بحبه كتير لهند واشتغلت معا كان في الها طلالة بجناف واشتغلت معا يمكن بحب اعمل معا مسلسل كنت عم بعمل ساجمنت ببرنامج ببيروت فاشن بوليس لأ انت مش بتخيلة يعني في عليا اواضي في فننات رفعين عليا قضية وفي واحدة قرافة عليا قضية محاول بالقتل شوفيها شباعة فستان بحكي عن فستان يعني بطبع انا بتتعمد لانه هي شخصيته تلفط النظر بايشي كنا نشوف جميل مايا على الريد كاربت صرنا نشوف حركاته يعني شبا تعمل انا يعني ما حبيت الشابو والفستان حسيته عادي كتير والستايلينج تابعه حسيته بيغ فنانة كبيرة تكون لبسة فستان مش حلو ومش لبقلة يعني البسة فستان مش حلو ومعندي مشكلة فين بالاخر اقول هيدا زوقيك هيدا ما بعرف شو فين انما مش لبقلك هي الي انا بقدر قوله حالة الاهتمام هو مش خطوة وحدة يعني اذا رحت اليوم عملت شعرك وقصيته منو هيدا الاهتمام الاهتمام هو بالمينتنس هو بالصيانة طبع الامدة انك تبنك عم تهتمي هيدا هو انك كل يوم توعي الصبح بديك لما تنزل ايه انا معبو يعني انا ليك انا هنلا اطالعه يدوب حتى ولا مثلا حتى في منذ التاع ولا انما مهتم ببشرتك ما حتى اقدر اطلع بدون هيك شكرا مهدا